عند تكوين الصداقات عادة ما يبحث الأشخاص عن من يكونون بنفس أعمارهم بافتراض أنهم سيتشاركون الرؤية الواحدة لكن الأمر ليس موثوقا دائما بحسب الخبراء فإن الصداقة بين كبار السن والشباب يمكن أن تعزز الاندماج الاجتماعي والانتماء بينما تكون أيضا ممتعة ومثيرة للاهتمام ومفيدة لكلا الطرفين كذلك يذكر الخبراء العلاقات أن هناك عدة أسباب لتكوين صداقات مع أجيال مختلفة منها التعلم ممن هم أكبر سنا من خلال خبراتهم الحياتية كذلك فإن الصداقة مع جيل مختلف ممتعة جدا نظرا لكون الكبار يحملون روح الدعابة والمشاركة التسلية والصغار يعرفون جديد الحياة والتكنولوجيا وغيرها تعد الصداقة بين الأجيال المختلفة مصدرا قويا للدعم والرعاية والاندماج بطرق مختلفة عن الصداقات مع الأقران كذلك فإنها تلعب دورا مهما في تقليل التنميط والتحييز حول الفئات العمرية المختلفة ومواجهة التمييز ضد الشيخوخة على العموم سألنا الناس في السعودية عن رأيهم هل الصداقة بين الأجيال ممكنة وهل الفارق العمري الكبير يؤثر على الصداقة فلنتابع الإجابات الصداقة بين الأجيال ممكنة لأنها تعلم التراث وتعلم الجيل الحضارات بالعكس حلو لما تكون له علاقة مع شخص كبير يعني في السن تأخذ منه خبرة السنين والأيام وتتعلم منه ممكن تختلف يعني بين الشخص لشخص في التفكير بين الجيل هذا والجيل هذا شيء طبيعي يعني زي أمري أنا 45 سنة وصادق واحد عمره 30 سنة الفارق والأعمار ممكن يأثر على الصداقة هذه إذا كان يعني في اختلاف مثلا في الأذواق أو في الأفكار مثلا برضو شخصيته كصفاته تعامله معايا هي اللي تأثر لكن العمر لا مجرد رقم فرق العمر أكيد فيفا بس أنه ما يكون فرق كبير يعني لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات